اشتركوا في القناة وعنده جمهور كبير تماما وعنده برنامج إداعي مشهور سميته في السكة كانت كتصادفين الفنانين والبرامج ديال اللي كانت كتقدمهم كاملين كانوا ناجحين والإداعات كيعتبروها مكسب الليلوم حيث كانت دائما البرامج اللي كتقدمهم كتضرب خصوصا أسلوبهم زيون وعنده شعبية وجمهور كبير كيبغيها شنو اللي وقاح تتغيرت الحياة درانيا والمسيرة ديالا فرمشة عين رانيا خوتي كانت مزوجة من فلوغور معروف ماسر اسميته عبد الرحمن وقبل فترة كورونا بمدة قصيرة كان عبد الرحمن داخل في مشروع عبارة عن شاركة بينه وبين واحد أخر عبد الرحمن زوج درانيا قالنا الطرف آخر أعرف فلوسك وشاركني وأنا نصدم لك على المشروع عند قسم الأرباح ولكن للأسف مليجات كورونا تقلبك الموازين وتشد الدنيا واخسار المشروع كله وفي ذاك الوقت داغية شركة عبد الرحمن قالوا رجعني الفلوس اللي دخلت فيها معك شرك قالوا أنا ما عندي علاقة بالخسارة أنا شاركتك بالفلوس على أساس عتخدمه مني في المشروع عن ربح منه عبد الرحمن زوج درانيا حاول يعطي شي حاجة من المبلغ وكانك يقوله باللي غير يتحسن وضعه المادي يعطيه المبلغ كله ولكن في هذه الساعة ما عندوش الفلوس وما يقدرش يوفر المبلغ كامل دازت ليام وكان شركة عبد الرحمن كل مرة كيطالبه بالفلوس وكيطلع له في أي موطع عبد الرحمن من اللي شاف القضية حمادت شنودر قرر أخوتي تخبعش فترة من شريكه ويتهرب منه وطبعا مرتو رانيا كانت عارفة بالشاركة اللي بيناتهم والخسارة وكل التفاصيل اللي واقعة ونهار 21 أبريل 2021 أم رانيا اتصلت برانيا وقد لجيب معك حتى رجلك وخليونا نجمعه ونفطره مع بعديتنا مع في كل وقت كالرامدان قد لحت أنا وبك عياني شوية وبغيناكم نجمعه ونفوجه شوية مع بعديتنا وقطعت معها وعيطت نختيها درانيا وقدرت مع راجلها وقتلوا حتى أنتوا ما أجيو نجمعه ونضحكه ونقصه مع بعديتنا قديسم فعلا تركها ولكن قبل ما يتجمعه الزوج دي نختيها درانيا اتصل بها وقال له واش كتفكر شريك دراجلك را كل مرة كي يجمعني في الموطع للخدمة ديالي وكي هددني بالقتل إذا لم أعطيته الطريقة لتواصل بها مع عبد الرحمن أو نقول له فين كاين وقالنا رانيا باللي هو وعده إذا قابل عبد الرحمن يقول له فينا هو قال لنا بغي تغير نتفك من شره وزاد قال لا ملي عن الجمعه في داركم نقول له را عبد الرحمن ما يجيبه بشي تلاقاه وباللي هو ما ينتمه بشي تفهمه مع بعضهم ونخرجنا من الموضع ونريد متى حتى وعدته الرجل المسكين لديه دخل في الموضع حتى لو يهدو فيه ما حالينا طبعا رانيا قتله كيفاش؟ كيفاش تبلغ على المتعد الرجلي واش انت فاهم ماذا تقول؟ وتعصبت عليه وبقوا يتعيروا بيناتهم وقال لأنا وعدته وانا من هذا الشي كامل ما هندي صالح أنا بغي تغيري بعض عليها ويكفيني شره سالة حوار بيناتهم وتجمعوه في الضرد العائلة رانيا ورجلة واختها ورجلة هي هادك ما اللي تجمعوه في الضرد العائلة نوت راجل واختها عايط على الرجل اللي يطلب الفلوس من عند عبد الرحمن وقلوحنا في الموطع الفلاني وعبد الرحمن عايزل في الوقت الفلاني باش يجيب الفطر هادك هي الفرصة ديالك باش شدو ونزلت في ذاك الساعة رانيا ورجلة وغير حطوا رجلهم باش يخرجوا هجمت عليهم عصابة ومعهم ذاك الشخص اللي يطالب عبد الرحمن بفلوسه وخطفوه عبد الرحمن رجلة قدام عينا ونيشان طلعت رانيا نظر منهارة حتى عرفت رجل اختها واللي باللغة على المتعد رجلة ايوا يا أخوتي ومينوضوها بيناتهم وشبكة ديالت بالصح وناد بيناتهم مصدح وروينة وفي ذاك الساعة اللي هي منهارة من هاتش اللي عمله رجل اختها كان الموسع للطابلات الماكلة هزاته وطعنات بيف الفخدة دياله وكثر من طعنة حتى ضربت الشرايين رئيسي دياله وخلاته كينزف حتى توفى طبعا كلهم يقولوا بل الموضوع وقعه في رمشة عين وحتى واحد فيهم استوعبه هي عليش طلعت كتغوت معها رجل اختها وحتى احد مفهم واله من البداية وعائلته اطلا ما كانوا عارفين واله على الموضوع ومي اللي استوعبه كانت كتبكي منهارة واختها حتى هي كانت حالة من هاتش اللي عملته رانيا في رجلة وحتى الجيران شافوا ومن دار حيث الباب كان مفتوح واصلا شافوا حتى اختطاف عبد الرحمن وحتى من اللي طلعت منهارة وبلغوا البوليس من اللي جاو البوليس جبرو رانيا قال صف مطعه والموس في يده ومن اللي كانوا كي حقوا معاها ما نكرت مواله اعترفت بكل شي وانها ما كانت شي مستوعبة اللي وقع وكانت في حالة منهارة وما عارفة شي شنو كتعمل خصوصا من اللي خطفوا رجلة ما استوعبت شي الموقف وابعاده وما كانت شي قصدة تصفيها له وبعد 18 ساعة الخاطفين تلقوا عبد الرحمن ولكن البوليس شدهم كاملين وعبد الرحمن تضمن اللي عراف باللي مرتو قضات على رجل خطها وقال باللي ما توقعش الأمور تقدر توصل حتى هالدرجة وفي 21 يونيو 2021 تصدر الحكم على رانيا بالسجن لمدة خمس سنوات الله يرحمه رجل خطها مسكيمة كان عنده تعالقه في الموضوع الأساسي وهي في لحظة غضب وتهور انه هات حياته وبالنسبة لي للموضوع كله فاجعة قلبة حياته 180 درجة وهات الشي عاد الحكم اللي عليه الاعتراض حيث مخفف وممكن يتم إعادة النظر فيه ويزيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا جرس باش توصلوا بكل جديد وبطبيعة الحال التعليق ديالكم اللي كتفرح لي قلبي وبارتاجوا مع الخوط والحباب وما بقى علي خوتي دبا قلكم غير مع السلامة الى قصة اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة